نهج السلطات الحكومية في العراق في التعامل مع المواطنين الذين تتهمهم بالتعاون مع تنظيم الدولة وسياسة العقاب الجماعي العنوان العريض لدراسة نشرها موقع الأمن فقط التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك الدراسة بيّنت أنه في شهر كانون الثاني وحده من عام 2018 نقلت القوات الحكومية في العراق والميليشيات مئات العائلات من المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة إلى معسكرات معزولة وبدلا من أن تقوم السلطات بفرز الأشخاص فأنها غالبا ما كانت تجمع المقاتلين وغير المقاتلين داخل معسكرات للحجز وتعاملهم جميعا على أنهم مذنبون وخطيرون ويستحقون عقابا ثقيلا وأكدت الدراسة أن تسعة عشر ألف شخص معتقلون في العراق بدريعة انتمائهم أو علاقتهم بتنظيم الدولة وأضافت الدراسة أنه في العراق كثيرا ما تفتقر محاكمات لأفراد يزعم أنهم مرتبطون بجماعات محظورة إلى الإجراءات الواجبة وفي الكثير من الحالات يتعرض الأفراد للعقوبات التي تقع خارج نظام العدالة الرسمي ولا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان كذلك أظهرت الدراسة أنه في الكثير من الأحيان هناك متهمون بسلتهم بتنظيم الدولة يعاقبون على نحو غير عادل والنتيجة هي استمرار التظلمات التي تهدد بإشعال العنف والتضيع الفرص لتحقيق العدالة الحقيقية وإنهاء الصراعات وختمت الدراسة بأن نتائج السياسات العنيفة تنذر بالسوء في جهود حل الصراعات ويمكن أن يؤدي تعاقب العقاب على نطاق واسع إلى تفاقم المظالم التي مكنت ظهور المجموعات التي توصف بالإرهابية